قام السلطان العثماني محمود الثاني واللي وارف توجهاته الإصلاحية بعدة إجراءات لتحديث الامبراطورية العثمانية خصوصا الجيش من حيث الأسلحة والأزياء وأصدر قرار سنة 1827 بأن يكون التربوش هو غطاء الرأس الرسمي للقوات العثمانية ومن جهة أخرى قرر السلطان محمود حظر ارتداء العمامة لأنها تميز على أساس الهوية وبالتالي تتسبب في التفرقة بين الأفراد في المجتمع ولذلك وفي عام 1829 تم حظر ارتداء العمامات على جميع الموظفين الرسمين في الدولة العثمانية وجميع أصحاب المناصب حتى بين المدنيين واستبدلت بغطاء الرأس الجديد اللي سمي وما زال يسمى في اللغة التركية فس نسبة إلى مدينة فاس في المغرب واللي كان بيتم فيها استخراج الصبغة الحمراء من نبات التوت القرمزي لصباغة التربوش باللون الأحمر المميز يقال أن أصل التربوش أو الفس هي دول المغرب العربي وأن القوات البحرية العثمانية هي من أدخلته إلى الإمبراطورية العثمانية تأثراً بدول المغرب أثناء الحملات البحرية هناك وبينما سمي غطاء الرأس الجديد ده فس في التركية زي ما ذكرنا سمي في اللغة العربية تربوش نسبة إلى الكلمة الفارسية سيربوش واللي معناها غطاء الرأس